السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في هذه القناة طبعا اليوم مع هذا الخبار لأثر الانتباه ديلي طبعا هذا الشتو طبعا البارح ولكن ما كتبت أني نعمل عليها فيديو إذن فالعنوان كما يقول فإسبانيا إيطاليا فرنسا وألمانيا يعني محلن كنقولوك يستعدوك يفكرو أن يكون هناك يعني أن يكون هناك طيران أن يكون هناك طائرات طبعا في هذا الصيف هذا بين هذه الدول ولكن بلا كورنتينا يعني بلا ديك فترة الحجر الصحي لأن مثلا كنا سمعنا على أن مثلا بريطانيا كانت خرجت وقلها وحل القانون أو كتفكت خرج قانون أو خرجته فعلا أن أي واحدة جيل بريطانيا يعني مغادي يدخل خصوة يجلس وحل فترة الحجر الصحي طبعا ليه معروفة ديان 14 يوم ولكن على ما يبدو أن هذه الدول اللي هي إيد إسبانيا إيطاليا فرنسا وعليمانيا بينتهم كيف يفكروا أن تكون هناك رحلات جوية وذلك معروف القصد يعني يخصوهم نعشو شوية مسألة مسألة السياحة بيناتهم ولكن بلا كورنتينا يعني بما أن هذه الدول هادو يدخلوا في مراحل ويستطعوا أنهم يبدوا يتحكموا في الحالات يعني كيف يفكروا على أن هناك تكون رحلات جوية إذن هذا خبر كما كان فهو خبر خبر عرقلنا مجرد أنهم يفكروا على أنهم يعملوا رحلات هذا خبر إيجابي بزيف دلناس ممكن غير يحتاجوا أنهم يصفروا يعني بين هذه الدول هدي سواء للعمال سواء السياحة يجعلون الناس اللي هما يعني ما يكونوا ش المهاجرين غادي يكونوا طبعا بحل الألمان والبريطانيين اللي يحبوا بزاف أنهم يجبوا لها الدول بشي دول وشي صيف تيالهم ومستعدين ش يتنازلوا على هاد المسألة هذي ولكن بالنسبة المهاجرين فهذي مسألة مهمة لأنه غادي تمكننا أن نمشوا لهاد البلدان هذي سواء اللي مثلا اللي في إسبانيا مثلا بغي يمشي لإيطاليا حيث يمكن غايفتحوا الوراق بالمناسبة بالإخوان بالحصاناتوريا كانوا خرجوا بالناس ده مسألة الساناتوريا يعني فتح الوراق في إيطاليا فخرجوا بزاف نفس الملاحظة تلاحظ بالنسبة اليوتيوبر في إيطاليا العاديد والعاديد كيقول لك إيطاليا فتحت الوراق في إيطاليا فتح الوراق فعلا الوراق هناك تفكير هناك صراحة كبيرة يعني في عضاء لكي شكل الحكومة ديال إيطاليا وخصوصا حزب سينكو سترياس يعني حزب خمزة النجوم اللي كما كيقولوا عمل العصاف الرويدة واللي حد الآن يعني يعني ما بغيش تكون واحد ساناتوريا يعني ما بغيش تفتح أنه يفتح الوراق وخصو مثلا ما أمكان يخصو يعمل شي شروط صعبة أو لا أنها تكون عيد لشهور بعد زال لأن القاعدة الانتخابية ديال كالتبازة يعني ما خصوش تعرف أنه يعتلى الوراق وأنه يفقد بزاف ديال الناخبين ديال طبعا هناك هناك تدخل مسائل سياسية وتخرب لا دع الدخل فيها ولكن المشكلة لأن ما حد مخرش مرصود كيوضح هذا شي لأن بزاف ديال النوقات تقول على أن غادي تكون يعني عيد صاحب الفلاحة وصحاب وصحاب اللي كيكونوا في البيوت كيقابلوا الناس كبار يعني الناس آخرين إذا مضبعت إذا مجالس آخرين السيحة ما تكون إذا هات الصناتورية إخوان وإنها غادي تكون عست شهور رينو بابلي بهذا الشهور وتعدي خدمة مكاينة في مجالة أخرى غادي تحرمون الناس مثلا في السياحة أو في أي حاجة وغاية كل شي تكبع للفلاحة والفلاحة ممكن تمتص إذا تكون شوية ما شي سهلة ما حال عادية لأن الاقتصاد الإخوان هو اللي نجاح لعمل إذا نقوم بإمكان إذا تفتحوا الوراق لأنهم سيطلبوا الوصول وإذا يدبر الوصول فقط الناس الفلاحة وإذا تفتحت الوصول هنا إخوان يعني واحد السكتور واحد الفئة يلا تستافل لأن يمكن أن يفتحوا الوراق ويعطوا للناس بلا كونترا طوال الخدمة إلا إذا كان هنا واحد نفتح جامعي ما كنتظر إذا إخوان صلنا نقوم الفكرة شوية يعني إيطاليا حد الآن أنا ما أظن لشي اللي كانت بباقي ما أخرج المرسوم باقي كده بزوال مع بداية ولكن كما كان هناك وزيرة فلاحة يهدت من الاستقالة هناك واحد العصر ضغط لأن حكومة يعني هشة يعني هشة مفهوم أنه يبزل الأحزاب إذا حزب ضغط وقال أنه يسحب فيقدر يضغط مهم هذي مهنا قوصين على كل حال بالنسبة هذ الخبر اللي قلت تكون ف يمكن يكون الخبر مفراح لأن بزاف تشفت تعاليق خصة الناس في إسبانيا ومشي وإيطاليا عندهم بروفات طبعا الناس اللي متواجدين تما يخدم الفلاحة عندهم عندهم بين طاحا والإنسان اللي خدم لنا قعد دباز على الكنترا دية الفلاحة يعني الغالب اللي ستنضروينا يعني يعني هذي التبشير يعني ممكن نقول الخبر صدو نقول الخبر بالحداف دي الو الناس مسكينة يعني كتسنا الورقة الأحر من الجام في إيطاليا ولكن في الغالب هذي اللي كيشوف ما كيحمص نيش بالنسبة للطيران ف هذي الدول هذي كتحاول أنها تنض أن الاقتصاد دي رجع لإخوان كنت هذر معاكم شحال هذي حنا فعلا شوف إذا نقدروا القول سيدي نخاف على ريوسنا نقل سو عام ما نخرج ولكن المجتمع دي نحي الاقتصادي ما قادراش أنها تبقى ميمكيش يعيش هذي نسا ذو كم للأمول الإخوان يجب بكم الله أن الدول تطبع الفلوس وتفرق على عباد لا هذي ما كين يعيش ما كتطبعش للآسف أمريكا الوحيدة اللي كتطبع يعني كتطبع اللي كتطبع تستعمل هذي العيب هذي ولكن أمريكا يطلب الآن عبدا تسلف إذن الاقتصاد كما كنت 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 نقول فيديو حالي الاقتصاد غلي لذي لذي نخرجه داروريا غلي يكون واحد توازن ما بين الاقتصاد وتعيش مع هذا المرضى للآسف تشديد شي واللي كين بالنسبة حد الآن أنا كان شوف هذا المرض كين أمراض مميتة أكتر يعني كين أمراض اللي يمكن مثلا تقتل تقتل بالنسبة مثلا 60-70-80 في المئة مثلا أو 100 في المئة حبد الله هذا المرض هذا رغم هذا الأعدد الكبير اللي كان شوف ف كتبقى يعني هي فعلا أعدد الأموت يعني الحياة سوف تستمر سيكون هناك تعايش ستكون هناك أيام صعبة كين غادي دوز وغادي بيقع الأولو يعني كنعرف أشخاص يعني حتى عملوا البروفاع داروا فورا صم أنهم مرات كين يدوز لهم مرات الكرام ولكن على كل حال حني دبما هذا المرض بما أنها تجربة الأولى غادي مقاوم ومكتشفوا أشياء عليه وهذا شلي كان أخوان إذن بالنسبة هنا يزيد كمّل على المقال قال لك على الرئيس فرنسا والرئيس البريطانيا بولي جونسون فضروها لحد هذا على هذا اتفاق قد يكون بيناتهم دبما كل دول يعني كتحاول اتفاق بيناتها أو لا أو لا يكون هناك واحد تبادل دي الاتفاقية اتفاقية أنك تشد طيارة بيني وبينك إذن فرنسا وبريطانيا أو بكية أدرع لهم يكون هناك واحد العزل الصحي بين الناس لغا يصافر بين اتو يعني آخدا بالاعتبار أن قطاع السياحة يشكل 14% من نتيج الوطني الخام لإيطاليا إذن يعني إيطاليا تؤمن يعني تريد أن تؤمن بأن أخصة تفتح أو هي تؤمن بفكرة أن فتح الحدود يعني بالنسبة للسياحة الدولية طبعا عبنته ولكن لا ما تكون كورنتين لأن بعد أن كان تدو السياحة في بلاد آخر وغض 14 يوم في كورنتين لا تكون سياحة سياحة هل تكون حاجة أخرى إذن هنا قالت السيدة باولا دي ميتشالي قالت وأوضحت على أن إذا كان السؤال أن إسباني إذا وصل إسباني أو يعني حامل يعني حامل الجيسير إسبانيا وصل إلى إيطاليا هل يجب عليه يعني الالتزام بفترة الحاجر الصحي اللي يدي 14 يوم فالجواب هو أن لن تكون هناك فترة الحاجر الصحي إذا مثلا فتحنا مجال السياحة ولكن قالت هنا ولكن نحن لن نقدر يعني التحكم في مسألة أن الدول الأخرى ستسمح بنفس الشيء يعني إذا جاء إيطاليا السياحة ما يعملوش ولكن الدول الأخرى واشا تسمح هذا كان أرد الأستاذة أو الوزيرة لما تقل إنها وزيرة دي السياحة باولا إذا كان رئيس حولي النس دي الإيطاليا باولا ديميتلي وهنا طبعا لا هي وزيرة النقل سمحوا لي مش السياحة وقالت يعني وقالت يعني وقالت بمثال قالت إذا واحد توريست إسبانيون واحد إسبانيون دو عشريا في ميلانو أو في ميلان أو في فلورنسيا وزار وبعد رجع إسبانيا واش غدي تحط فترة تحضر السحي فهذا ليس راجع لنا ليست لدينا السلطة على ذلك بل حيث إحنا ما قدرش نتحكم بي ولكن إذا إيطاليا فتحت يعني رحلت الطيران لأسباب سياحية لن تكون هناك كوارنتين يعني اللي بغت الرئيسة لتقول أن الناس لا يتعبد الحجر السحي هذي يجيو عبد السياحة ديانهم بعد يرجعو ديكسية البلدان ديانهم بغت عبد الحجر ولا لا ديك حاجة هنا تحاول إيطاليا أنها تنعيش يعني عارفة أن السياحة مهمة يعني احتى من نسبة إسبانيا فالسياحة مهمة جدا وقد تشغل واحد نسبة كبيرة من القطاع السياحي وما مخصوم يخسر الصيف الصيف تعتبر فترة ديال الضروة في القطاع السياحي وما بغين يخسروا بغين يدخلوا ديك الأموال باش الناس بذلك الفلوس اللي يدخلوا في السياحي يعيشوا فترة التي ستكون طاولة والتي ستكون فيها الأوضاع الاقتصادية يعني لا تكون الفلحة تنقص كل شي تنقص الشتاء تنقص الخدمة الصناعية يعني مثلا الصناعات هي اللي تبقى خدمة الناس اللي يخدم في المصالح الحكومية إذن فهنا نكمل الناس الإيطالية إذا كانوا يتفرجوا فينا فهنا كانوا البون بكاثيولار البون ديال 500 أورو بالنسبة للفاميليات فباش يقدروا على الحكومة الإيطالية اللي برئاسة ديوسيب معرفش ما تقمز ديوسيب كونتي فالحكومة هذه قررت عنها لن تدعم الأوصار اللي تدرت من السياحة بواحد البون ايو درالوش إيطالي ينصر بأخر دينتر البايس أدعون أتشجع سياحة داقلية أتعطل لكل فاميليا 1-500 أورو باش هتكون هناك سياحة داقلية باش الفاميليات يمشيوا صيف ومشيوا هذا 1-500 أورو يمشيوا غاستروها إذن هذه مزيانة تفكير جيد أتعطل سياحة مدينة داقل التوريس الأخوات هذا فيديو رجع من إطاليا تحية للنص الإطاليا البلال السوبر لكي دسكن سياحة 500 أورو باش فاميليا سيكون الريطان سوبرير ألو 35 أورو يعني سيعطل هذا 500 أورو بالنسبة العائلات التي الدخل لا يتجاوز 35 أورو إذن فالفكرة الأساسية من وراء هذا المساعدة هي تجيع للأسار على الاستهلاك وذلك لعادة انطلاق الاقتصاد الإيطالي قال لك على أن في هذا حسب على أن في هذه الفترة الحزر الصحي فالإيطاليين جمعوا حوالي 21 مليار الأورو طبعا لأن مقاستروم هو المقوع في الديار يعني حسبوها طبعا ومخصوم هذه الفليسات هذين يخرجوا يضروا بين الناس يعني المال في الأخير هو كمنفعة عامة أن المال يخصو يدور ومخصو يقام مخبع لأن ما لديه شي معنا باش الفائدة عم على الجميع تستعلك وهذا الذي تستعلك معه يدخل في الفليسات هو عبد يستعلك سيشري شي أخر وهكذا دوالعك يدخل 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 ومخصو ومخصو يدخل المنحة المراض فالإثنائي كان هناك 170 حالة وفاة الأبد نرى أرقب هذه المئة هي أرقب جيدة جدا و 744 حالة إصابة حالة مصابة جديدة فاعل في اللي يطمل منها في اليوم اللي كان قبل حوالي 900 وجوش حالة إذن كان هذا هو الخبار أرتأت أنه مهم جدا إذن هذا كما يقول خطر الناس دي الصناتوريا لأن الأخبار كانت ببعاة هي لأنا رجعت دبع من الهتمام دي أنك و شي يهتم المشكلة أن بزف اليوتيوب يطلق يقول صافي خرج القانون ولكن القانون حد الآن هناك هناك اختلافات في بعض الروتوش على حسب الأخبار التي نراها على الأقل إنسان إذا نقل الخبار ونقل الخبار وش النواقع مش فقط صافي الوراق تفتحه ولكن ولادة صعبة متفاصيل صعبة حد الآن المرسوم مقيم خرشين لأن يعني حركة الخمس النجوم لازلت تعاني ولازلت تقاوم لأنها لا تريد 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 يعني احتاج لك الصناطور يعني نفتح للوراق أن يكون ب يعني بشروطها التي ستكون صعبة وصعبة أنا لا أريد هذا ولكن يعني القطع الفلاحي هو يعني إذا عندك الكونترا ديال يعني ما خرج من المسودة يعني فقط المسودة على أن هناك يعني ستكون عن الكونترا ديال 6 شور على الأقل ما يجيوش من بره يتنافس معهم ولكن المنافسة غلي تكون أكيد بين يعني تقريبا 600 ألف يحسب على 600 ألف الحرقة في إيطاليا ستكون منافسة شديدة على مثلا على هذا الكونترا يعني في الغالب في الغالب ماشي الكل يقدر يحصل يعني أسف هذا هو الواقع على هذا الكونترا نتمنى أن الشروط ما تكون مش حفا بالنسبة لهذه الناس هادو وشكرا وإلى اللقاء في فيديو جديد